نرى أولاً في قوة تبهو إنجذاب جنسي قوة إنجذاب جنسي خاصةً عند المرأة لأن المرأة أكثر وحدة بتتكلم البعض بقول أن المرأة هي كاتبة السفر قد ما فيه تعبير نبعة من المرأة يبدأ النشيد بهالكلمات نتبهو بالعدد الثاني يعني أول آية من بعد نشيد الأنشيد لسليمان بتقول ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر العدد الرابع جذبني وراءك فنجري العدد السابع اخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى أين تربد عند الظهيرة لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك يلي عم تعمله هلأ عم بتجرب تاخد منه موعد لحتى تروح وتقضي وقت بينه وبينه لوحدهم بالبرارة بالسهول على التلال على الجبال والغنمات عم يرعوا وهن مع بعضهم كحبيبين حتى يميرسوا الحب هيدا اشتياقها عند اشتياق نحو وهو عنده اشتياق نحوها بعدين بالفصل الثاني والعدد الخامس بتقول أسندوني بأقراص الزبيب أن يعيشوني بالتفاح فإني مريضة حبا شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني شايفين المشهد فهي مريضة حب مغرومة حتى لا نهاية بده بس يشتشعر بلمساته بحضوره حدا بعدين بالفصل الثالث منشوف أنه هي بتدخل بحلم كأنها عم تحلم بفانتسي بوهم في شهوة قوية بالعدد الأول من الفصل الثالث سمعوا كلمة كلمة قدامكم بتقول في الليل والعبرة بالجمع في الليالي يعني من ليلة إلى أخرى كأنه كل ليلة كل ليلة مغرومة لدرجة كل ليلة عم تفكر فيه عم تحلم فيه إن شاء الله أنت هيك تجاه زوجك وزوجك تجاهي في الليالي على فراشي تأملوا بالمشهد طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته نايمة بالفرشة لوحدة ضربت إيدها مش تقتله لوحدة بهالغرفة على هالتخذ وبعدين بلشت تحلم تعرفوا بهديك الأيام واحد ما بيقدر يطلع من بيته وينزل على المدينة بوابة مسكرة بعدين في ظلام مش متل هالأيام بدور سيارته وبينزل فهلأ هي عم بيجول هالأمور عم بتجول بفكرة عم تسرح بأفكار بالعدد تاني بتقول إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي عم تفتش عليه فما جاوستهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة يعني مخدع من حبلت بأمي من حبلت بي والتفسير كلنا بتقلنا أدخلته لأنه حبي لحتى يصير فيها العلاقة الحب ممارسة الحب مع بعض البعض بالعدد الخامس وحلفو كنا يا بنات أرشالين بالضبائي وبأيائل الحقل لا تيقذنا ولا تنبهنا الحبة هذه ليش الحبيب لازم تكون الحبة متى يشاء فيعني لما تكون العلاقة بأوجها لما يكون الواحد عاطفيا عاطفته جياشة نحو الآخر فعم بتقول إنه ما 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 تواعي هيدا الحب بمعنى خلي الأمور تحت السيطرة للوقت يلي فيه هلأ منشوفهم بالفصل الرابع رح يتزوجوا ورح يعملوا العلاقة علاقة الحب رح نتأمل فيها بعد شوي فعم بتقول لما تكون هالعلاقة جياشة وهالحب وهالإنجذاب الجسدي نحو الآخر انتبه طول بالك انطور للوقت يلي فيه بتقوم بهالعلاقة بالوقت المناسب بالزواج فهالشوء نحو الآخر ما بيبرر العلاقة الجنسية قبل الوقت إطلاقا إطلاقا بالعكس الأمور لازم تكون تحت السيطرة إلى ذلك اليوم شو يلي بيخلي هالمرة يكون عندها الانجذاب الجنسي نحو الرجل بهالقصة والرجل نحو هالإمرأة شو يلي بيخلي هيدا الشي يحدث سبب لأنها أحبت بحريتها لأنه أحبت من تريد وهيدا المبدأ مهم جدا لازم نتعلمه بكل شرقنا أنه الإمرأة هي منى إمرأة مسلوبة الإرادة هي إمرأة يحق لها أن تحب بإرادتها ومن تريد بحريتها لأنه هي أيضا مخلوقة على صورة الله وعند الحرية مثل ما الرجل عنده الحرية كان في إمرأة أجت لعندي من أسبوع أسبوعين إلى هيدا المكان هرباني من بيتها قلت لي أنا رغما عني مرتين أهلي زوجوني أول رجل بالقوة وكنت كرهته بعدين طلقني ورحنا وبعدين أهلي زوجوني شخص تاني وهيدا الشخص التاني صار عامل سبع علاقات مع سبع نساء ببهيتي هربت وكرهت الحياة واجت قلت لي أنا يسوع عم بعيط لي أحبائي مجتمعنا العربي كله لازم يعرف أن الرجل والمرأة والمرأة كما الرجل يحق لها أن تختار من تحب يحق لها أن تعشق لأن العشق والحب هو عطية الله للإنسان وما حدا بيقدر يمنعه من ذلك يا أهالي ما تفردوا على أولادكم من يحبوا فيكن تنصحوهم ويا أولاد اسمعوا نصائح أهليكم ولكن هيدا الأرار يعود إلى الفرد يعود إلى المرأة يعود إلى الرجل هن بيقرروا عن نفوسهم في درس كتير مهم أنه هالحب بيناتهم هيدا الأمرأة إذا بتدرسوا حياتها الهيئة هي من طبقة اجتماعية أدنى أدنى من الرجل لكن اختارت بإرادتها أنه تحب الحب هو قرار حر للإنسان فإياكم تمنعوا حدا أنه يحب وإيامكم إياكم تجعلوا أو تفردوا على حدا أمين أحب ترجمة نانسي قنقر